بتقدمولنا ايه بقى في الفرصة السنة دي يا محسن؟ بص احنا السنة دي بخلين يعني احنا طبعا بنك الطعام المصري برضو السنة دي عن السنة اللي فاتت احنا عنظمتنا تطورت يعني بشكل مبطرد ونطاقنا الجغرافية برضو تطور جدا على ما توقع ان احنا السنة دي ممكن يبقى فيه شركات يعني غير تقليدية نوعا ما لان احنا برضو الطريقة اللي احنا بنوصل بها للناس احنا بنخدم مئات الالاف من البصرين كل يوم يعني في اكتر يعني في حوالي 3000 قرية في مصر في 27 محافظة اه الطريقة اللي احنا بنخدم بها الناس دي فيها جزء كبير جدا ان احنا نقدر نحسن كفائتها ونقدر نوصل للناس اسرع ونقدر نوصل للناس اه بشكل ما اقدر نحدد الاحتياج بشكل اضاق ونقدر نوصل للناس بشكل ارخص فانا متأكد ان التكنولوجيا ممكن تلعب دور كبير جدا انها تحسن فعاليتنا وكفائتنا وبالتالي انها فعلا زي ما انا يعني عالطول بقول للناس اللي معاهم في بنك الطعام كل يوم لازم نشوف زي ما اقدر نحسن صرف اموال الزكاة اللي احنا مؤتمين عنها اشتركوا في القناة